الحقيقة نموذج له كل الاحترام والتقدير دكتورة رانيا وتاريخ كبير في عالم الموسيقى والتزوق الموسيقي وبالتالي تستحق بكل جدارة الحقيقة جائزة الدولة التشجيعية وهي بتشرفنا النهاردة وموجودة معانا والنيك نيم أو الشهرة فراشة الفلوت والأداء المبهر الرائع على أغلب المسارح اللي قدت عليها هذه الحفلات وبالتالي في مصر جميلة يجب أن تكون لدينا دكتورة رانيا يحيي أهلا بحضرتك أهلا وسهلا بحضرتك الله يبرك بحضرتك ألف شكرا يعني زي ما أنا قلت في المقدمة دكتورة رانيا دائما المبدع بيبقى سعيد جدا لما يكون هناك تقدير من الدولة لمجهوداته قوة النعمة المصرية معروفة على مدى تاريخ السنين منذ المصر القديم حتى هذه اللحظة نحن الرواد في هذه الجزئية وإن شاء الله حنستمر يعني تكلمين عن استقبالك الأول للجائزة جائزة الدولة للتفوق الحقيقة يعني في مجال الفنون طبعا في مجال تخصصي الحقيقة شرف وفخر كبير جدا وسعادة تلقيت الخبر أنا كنت في الإمارات كان عندي مشاركات بحثية في الإمارات على هامش ملتقى فكري على هامش مهرجان دبل حصن للمسرح الثنائي وكنت مشاركة ببحث وورشة عمل هناك فالحقيقة تلقيت الخبر وأنا موجودة هناك فكنت بعيدة عن أسرتي وعن أهلي وعن بلدي بس الحقيقة كمان الروح اللي الناس هناك استقبلوا معايا بيها الخبر والاحتفال بي هناك خلوني أحس أن أنا في وسط أهلي الحقيقة فأنا يعني من خلال مصر جميلة بشكرهم الحقيقة على الروح الأكتر من رائعة والاحتفال اللي هم عملوه فاجئوني بليل باحتفال فالحقيقة كانت يعني مشاعر أحدك عارف السعادة وفي الوقت نفسه طبعا كنت أتمنى أن أنا أبقى في وسط أهلي لكن حقيقة مشاعرهم وإحساسهم وفرحتهم والمفاجآت اللي عملوها بي هناك الحقيقة أسعدتني وحسستني أن أنا في وسط أهلي كمان هناك الحقيقة حضرتك طبعا أنا أتكلم على الكارير الأول وهو الأكاديمي وحضرتك أستاذ دكتور تزوق الموسيقي وأنا أستاذ دكتور في قسم فلسفة الفن وعلومه ورئيس قسم وأنا خارجة كونسلفاتور 98 امتياز مرتبة شهر عملت الدراسات العليا برضو والحمد لله الأربع ترمات امتياز المجلستير امتياز الدراسة الدكتوراه بعد كده برضو مرتبة شهر أولى يعني الحمد لله وانتقلت للمعهد العلي للنقد الفني أنا كنت خارجة كونسلفاتور بس وأنا مدرس مساعد اتنقلت يعني بناء على رغبتي أنا لروح النقد الفني والحقيقة استفدت جدا وتعلمت كثير قوي للمعهد العلي للنقد الفني وبشرف بالانتماء الحياة لهذا المعهد لأنه معهد يعني يحتوي على عقول فزة صحيح وعقول نقدية وصحبة رؤية فالحقيقة تعلمت واستفدت وأخدت اكتسبت خبرات مختلفة في المعهد والحمد لله أن أنا يعني أنا رحت وأنا مدرس مساعد دلوقتي أستاذ دكتور فأخدت كمان مشوار يعني بقى لي 14 سنة دلوقتي في المعهد العلي للنقد الفني فده كمان يمكن أكتر دلوقتي من نص المرحلة الوظيفية يعني أنا اتخرج 98 وتعين 99 فالفين وتسعة اتنقلت فعشر سنين في كونسلفاتور عمل لكن 14 سنة دلوقتي عمل في النقد الفني عشاء الله بالتوفيق يا رب حفلاتك بيحضرها كثير من الجمهور والمتابع والمتضوق الحقيقة للموسيقى الراقية يعني حقس شوية سؤالي نصين لكن خلينا في النص الأول وهو رقي الموسيقى قالت الفلوت من الآلات الغربية صح بينا بنعمل حفلات وبنأذف عليها الأغاني العربية والشرائية بتاعتنا يعني دي مش كتير بيعرفوا يعملوها يعني احنا أول ناس يعني شغلنا الساكس مثلا أيها الفنان الكبير سمير سرور لو نتذكره ساكس طبعا دي عندنا المهارة دي الحقيقة تكلميني من فضلك عن حفلات لأن الجمهور الشرقي أو الجمهور العربي مرتبط بالألحان أو ثقافته ثقافة غنائية أكتر منها ثقافة موسيقية لكن احنا يعني وفقا لدراستنا في الكونسرفاتور وهي دراست طبعا غربية وبنتلقى رافض مختلف تماما عن الرافض اللي احنا تربينا عليه أو الرافض البديهي والتلقاء اللي احنا بنتشربه حتى وإحنا عايشين في وسط مجتمع شرقي فيعني طبيعة موسيقى هي مش بتاعتنا بس بنتعلمها وبنحترفها بإتقان شديد جدا لأن كمان الكونسرفاتور يعني هو معهد شديد الخصوصية وشديد التفرد والحقيقة بيطلع عزفين متميزين في جميع التخصصات المختلفة فإن احنا نستقي يعني هذا الرافض والتكنيك الغربي الشديد الصعب قوي في أعمال لكل أعظماء وكبار المؤلفين العالميين وفي الوقت نفسه نطوع بقى هذه الآلة الغربية للزوء المصري أو للزوء العربي فده أعتقد أنه وسن الموسيقى مختلف طبعا تماما يعني طبعا بس إحنا بنحاول أن نطوع الآلات اللي هي الآلات الغربية لزي قالت الفلوت من خلال بقى وجود فرقة موسيقية تقدر أنها تلعب مثلا أنون أو عود أو بعض الآلات اللي هي الشرقية اللي تقدر أنها تعزف الآلات 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 اللي هي السيكة اللي احنا بنقول عليها مجازا علشان خاطر يعني نقدر أن احنا نداوي أو نعالج القصور اللي موجود في الآلات الغربية لأنها ما تقدرش تعزف زي الآلات الشرقية نعم أنا واحد من الناس كنت أحد جمهور حضرتك في أحد الحفلات ده شرف لي ده شرف لي أنه جمهور كتير على عكس ما يقال بيحجز وبيحضر الحفلات دي وبيتابع أخبار الأوبرا بكل حقيقة روافضها الفنية على كل الحقيقة المشارب الموسيقية يعني إحنا ما نجي نتكلم على الغناء على العزف على الحقيقة كافة الفنون الجمهور المصري بيتزوق ده وعنده الأجندة بتاعته مع الأوبرا دي سبتة خلينا أروح للنص تاني من السؤال ما يحدث النهاردة في عالم الموسيقى ويعني أنا بسميه زي ما بتحصل كل فترة تفرى في بعض الأغاني فاكر أنا في الجيل بتاعي كانت طلعت موجة الأغاني الشبابية كل نجومنا اللي بنقدم لهم الحقيقة للتحية والتقدير ما رحوش ما جنحوش لكلمات هابطة زي دلوقتي الموسيقى كان فيها منافسة كان جيل الحقيقة استمتع الحقيقة بشكل الأغنية الجديد أنا مش قادر أصنف ما يحدث دلوقتي في الموسيقى عايزة أسمعه من حضرتك يعني لو حرك خلينا نقول إن دايما الفن انعكاس للواقع وإحنا شفنا واقع مؤلم ومؤسف من 2011 أعتقد إن كان طبيعي وبديهي بعد اللي إحنا شفناه على الأرض في الواقع إن يكون حال الموسيقى أو حال الفن مختلف عن اللي إحنا بنعيشه فإحنا عيشنا فترة شديدة الصعوبة ويمكن طلعت أسوأ ما فينا في المجتمع ده بالتأكيد إن كان يبقى ليه مردود وليه نعكاس هذا اللي نعكاس حصل في الفن بطبيعة الحال ويعني الأغاني الهبطة والأغاني يعني الأسف إن فيها معاني مصفة ومخجلة ويعني صعب قوي إن إحنا حتى نصنف أنها فن لكن نقدر نقول إنها ظاهرة لحقيقة تستحق الدراسة وتستحق البحث لأن يعني فكرة الجماهيرية الشديدة اللي قدرت تحققها الأغاني دي في الشباب أو في السن الأصغر من سننا إحنا عاملة حالة من الجماهيرية كبيرة جدا وفي قطاعات كمان مختلفة حتى يعني إحنا لو قاعدين في فرح أو عيد ميلاد أو في أي حاجة هي خلاص دلوقتي اللي موجودة وكأنها أصبحت واقع يعني أو بالزبط هي شوية هيصة هي بتعتمد على إيقاعات على فكرة فيها بعض الأعمال فيها ألحان حلوة مش وحشة لكن هي مشكلتها الحقيقة أعتقد الجوهرية هي الكلمات طبعا لأنها الأسف إنها معظمها مبنية على كلمات مصفة أو في بعض الأحيان كلمات يعني كمان مخجلة وبالتالي يعني هي أودة المحك بالإضافة طبعا لأن في بعض الأحيان الإقاعات الصخبة تخلينا أن إحنا ما نستمتعش لبلحن ولا نستمتع بكلمة حتى لو فيه كلمات كويسة يعني هي بتعتمد برضو على فكرة الصخب الشديد هي بتاخد الودن مع إقاع صخب جدا أحيانا بيتحول لضوضاء أو بيعيش يعني أنا دايما بسمي الأغنية هي حالة تركيز وحالة عيش الأغنية حضرتك هي ثلوث يعني لا يمكن أن ينفصل الكلمة واللحن وصوت حاولت أطوع الألة شوية أنها يعني لجازب الجمهور الحقيقة المصري والجمهور العربي وأن إحنا ما نبقاش يعني كأننا بنغرد كده في دنيانا إحنا كدرسين أو يعني مهمومين بعالم الموسيقى واشتغلنا سنوات طويلة جدا عشان نتمكن ونوصل لمستوى معين في العصر فبنبذل سنين طويلة وبنتعب فيها فكان لازم أن يبقى فيه وسيلة للتواصل مع الجمهور المصري وأن الناس تحب الألة ده كان عندي كان هدف كان نفسي أن الناس كنت بازعى لقويما الناس تقول لي إيه الفلوت دي يعني كان عندي هدف كده أن أحاول أقربها أو أو وصلها للناس فأما كنت بعمل أعمال بس غربية في حالة انفصال بين الجمهور العربي أو المصري أو الجمهور العربي كله طبعا يعني بس أنا بتكلم عن الجمهور المصري جمهورنا إحنا والأعمال الغربية دي لو حاجاتك قلت لحد تعال أن تروح الأبرا ليه إيه ده هسمع إيه يعني يبقى فيه بينه بينه بين الأبرا حتى كمكان حاجز شوية أو تخوف لكن لو قلت له هتيجي هتسمع حاجة للمكلسوم أو هتسمع حاجة لفريد أو يعني ومع كل هيروح حضرك عملت تعديل على آلة الفلوت عشان نوصل للسلم الموسيقى لا هو مش تعديل بس أنا بحاول أوفق الألحان اللي يمكن بالأداء وفي الوقت نفسه بوجود فرقة زي ما قلت لحضرتك أنها يعني الحاجات اللي أنا ممكن ما عزفهاش ممكن أن آلة تانية ليه أنا سألت حضركي السؤال ده لأنه قبل كده الفنان الكبير راح نطلع عليه عمر خرشد هو عازف على الجيتار وهي آلة غربية صرفة يعني دخلت طبعا في معظم الحياة الألحان العربية الفنان الكبير برضو راح نطلع عليه سامير سرور كان ليه أحد اللقاءات فسافر أمريكا وعمل تعديل لقالة الساكس عشان يقدر يطلع بتسلم الموسيقى بس أنا كمان بلعب في الأوركسترا فأنا مقدرش عمل تعديل على الآلة يعمل حالة من الخلل وأنا بلعب الغربي فأنا لازم أنا يعني أنا بعمل التوفيق ما بين الاتنين يعني برضو بأكد أن هي مسهلة خالص يعني على آلة غربية صرفة بس يعني آلة حلوة وآلة جميلة ويريت الناس كلها تلعب موسيقى لأن الحقيقة الموسيقى بتخلق حالة كده جوانة مختلفة وبتخلي الواحد عنده يعني بتهزب النفس دكتور راند كتير وبتخلي الواحد عنده قبول للآخر وعنده استعداد أنه يسمع وأنه يتواصل وبتخلي في حلقة اتصال دايما بين الواحد والآخرين عايزة أرجع للجائزة الدولة التشجيعية والحقيقة التفوق جائزة التفوق هذه الجائزة لما استقبلتيها وكفنانة وكمان أستاذ دكتور ودارسة وكل الأمور دي كلها هل الجائزة دي على مجمل أعمالك ولا أعمالك الفنية ولا الأكاديمية يعني قولنا الاتنين الاتنين عظيم كله يعني كفنانة وكمان الكتب البحثية والنقضية اللي أنا اشتغلت عليها ويعني على أكيد هياك عارف هي تتويج لسنين يعني أنا بشوفها أن هي مش عن عمل بعينه وده الفرق يمكن بينها وبين التشجيعية أن هي التشجيعية بيكون على عمل محدد لكن الجائزة الدولة التفوق أو بعد كده ما يليها من جوائز هي بتبقى يعني عن أكتر عن مجمل أعمال أو عن مرحلة فترة طويلة بس أنا الحقيقة ليه طلب أتمنى كده من خلال حضرتك أتمنى أن احنا نحصل على هذا التكريم من سيادة الرئيس يعني الحقيقة ده الحاجة اللي هتسلك صدري وهحس أن أنا بجد حصلت على جائزة للدولة أما نستلم هذا التكريم من سيادة الرئيس شخصيا يعني الحقيقة هيبقى ليها معنى تاني وتقدير تاني فبتمنى الحقيقة أن ده يعود تقليد أن جوائز الدولة لكل الحاصلين عليها أن احنا نتسلم يعني هذه التكريمات من رأس الدولة وبالتالي الدولة اللي بتكرم فنانيها وموهبيها ومتفوقيها وبالتالي هي دولة في مصاف الدول المتقدمة ده ما ترقش كتير أبدا عن حجم المشروعات القومية الكبيرة اللي احنا بنقوم بيها والنقلة الحضرية اللي بتمر بيها مصر دكتورة رانيا أنت نموذج يجب أن يكون في مصر جميلة ربنا يخلي حضرتك فبنشكرك لوجودك معنا ألف شكر حضرتك أنا مسعيدة أن أنا موجودة في مصر جميلة ويا رب دايما مصر جميلة إن شاء الله تحيتي لحضرتك شكرا موصول لحضراتكم مشاهدينا بكرا إن شاء الله فريق عمل جديد إلى اللقاء